أترد روسي المنتظر والمتوقع على الخطوات الأوروبية بمرسوم رئاسي موقع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن حظر بيع النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية للدول والشركات الأجنبية والكيانات التي حددت والتزمت بصقف لسعر برميل النفط كما يحظر المرسوم توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم ألية الحد الأقصى في الأول من فبراير المقبل يدخل القرار حيز التنفيذ حتى مطلع يوليو 2023 في فترة قد تكون قابلة للتجديد توريد النفط لتلك الكيانات والدول إن حصل يجب أن يكون بقرار خاص من الرئيس الروسي الذي وصف الإجراءات الأوروبية بالانتقامية في حين ستقوم وزارة الطاقة الروسية بمراقبة تطبيق المرسوم والالتزام بمفاعله مطلع ديسمبر قرر الدول الاتحاد الأوروبي عاقب خلافات طويلة صقفا لسعر برميل النفط الروسي وحددته ب60 دولار أمريكيا للبرميل الواحد ما سمح بتوحيد الصفوف وانضمام دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا البلايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بعدما كانت بولندا قد عطلت الاتفاق لفترة بعد نحو أسبوعين تمكنت الدول الأعضاء من الاتفاق من جديد على تحديد صقف لسعر الغاز قرار سلك بدوره مسارا عسيرا إنما هذه المرة بسبب المعارضة الهنغارية إلا أن الاتحاد الأوروبي عاد ليتفق على تحديد الصقف عند 180 يورو للميجاوات السعي أول رد إجرائي خرج من الكراملين استهدف النفط مسار يحيوك أن الرد سيمتد ليطال الغاز ترجمة نانسي قنقر